موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلم وبعيدة عرفات ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت لمادة الرياضيات الصف الخامس تاريخ اليوم 21.01.2021 بسم الله نبدأ درسنا اليوم بعنوان characteristics of quadrilaterals خصائص الأشكال الرباعية عداف الدرس نهاية الدرس سأتعلم شو هوني أقطار المضلع وداية بحياتنا العملية من صادفة quadrilaterals كثيرا مثلا عندي The door is a quadrilateral لأنه تكون من أربع أطلاء أيضا Swimming pool هو مثال quadrilateral مكون من أربع أطلاء نفس الأمر بالنسبة لكايت الطائرة البراطية نلاحظ أنه مكونة من أربع أطلاء أيضا ورقة العملية أو الموني بابر مكونة من أربع أطلاء هذه كلنا أشكال رباعية quadrilaterals نأخذ شوية كيوورد ستساعدنا على فهم الدرس بشكل أكثر Polygon مرأة معنا بالدرس البرامتر Polygon أو المضلع وهو شكل مكون من عدة أطلاء ثاني كلمة Vertex Vertex رأس Vertex هي الرأس رأس المضلع مثل هنا مثال C هي Vertex D هي Vertex A هي Vertex والB هي Vertex فهو هنا لدي 4 Vertices Vertices رؤوس لدي 4 Vertices A B C D Vertices جمع Vertex 2 Vertices مع بعضهم إذا رسلت بيناتوا انلاين بتشاكل عندي شيء اسمه Side Side أو ضلع بين D و C في عنده Line هو DC أو CD يسميه ضلع أو Side أيضا بين A و D A D أو DA ضلع نفس الأمر بالنسبة ل A B أو B C دول sides وبالتالي بهذا الشكل عندي 4 sides أربع أضلع اللي هني A B B C C D A لاحظ الضلع برمزه بحرفين اللي هنه Vertices اللي واصل بيناتهم فعنده A D نفس الأمر بالنسبة ل Diagonals نلاحظ Diagonals هنه أقطار Diagonal قطر Diagonals أقطار الأقطار هي عبارة عن lines بتوصل بين أيضا Vertices بس هال Vertices منلاحظ انهم مقابيل بعض معنهم consecutive معنهم متتاليين مثل هون A و B وبالتالي ال Diagonal هو عبارة عن line يوصل بين two non consecutive vertices نوصل لأخر كلمة هي Quadrilateral Quadrilateral أو الشكل الرباعي اللي هو مكوّن من أربع أطلاع هذا الشكل هو Quadrilateral لأنه مكوّن من four sides A B B C C D and D A Definitions تعاريف نأخذ الآن ما هو side ما هو side ونعرف ما هو diagonal كتعريب ما هو diagonal ما هو side ما هو side side is a segment joining two consecutive vertices of a polygon side هو عبارة عن قطعة أو line بتوصل joining two consecutive vertices وبتوصل بين vertices بين رؤوسين متتاليين لمضلع of a polygon كما نرى الآن عند vertices A وعند vertices B سوف وصل بياناتهم بلين وتشكل عند side A B وصلت بياناتهم طلاعا من side وبالتالي مثل ما حكنا side هو عبارة عن segment توصل بين two consecutive vertices بين two بين رأسين متتاليين سوف اخذ vertices ثاني هي D وعند A وD عبارة عن two vertices متتاليين وبالتالي إذا وصل بين side a d d c و بين b and c b quadrilateral a b c d مكوّن من 4 vertices a b c d and a d ننتقل للأخطار قلنا تشبه side لكن هي segment to non-consecutive رؤوس غير متتالية non-consecutive vertices رؤوس غير متتالية للبوليغون سوف نرى مع بعض كيف عندي vertices هذه الشكل quadrilateral سوف نقوم بوصل بين a c التي هي رأسين متقابلين وغير متتاليين سوف يتشكل عندي diagonal a c التي رسمناها الآن هو diagonal اسمه قطر للشكل الرباعي Diagonal نفس الأمر بالنسبة b d d بالنسبة بالنسبة الدياغونال الثاني وبالتالي لدي الدياغونال a c و الدياغونال b d هن عبارة عن مضلع او دياغونال ا دياغونال a c و دياغونال او فعند هذه الدياغونال دياغونال دياغونال قطرين ماذا هو القواتر القواتر الدياغونال هو عبارة عن بوليغون مضلع with four sides مضلع فيه أربعة أضلع four sides and four vertices وأربع رؤوس مثل ما رح نشوف Vertis A مع Vertis B بيطلع معي أول side وهو AB Vertis C Vertis D عفوا بيطلع معي side الثاني AD و Vertis الرابعة هي C بيطلع بيطلع two lines و quadrilateral quadrilateral شكل رباعي من أبرز الأشكال الرباعية التي نرؤم معنا في هذا الدرس أربع أشكال انتبه ل Diagonal كيف يختلف من شكل آخر سأبدأ رسم أول quadrilateral which هو square أو المربع ثاني quadrilateral rectangle rectangle المستطيل و ثالث quadrilateral parallelogram أو متوازل أضلع و آخر quadrilateral الرombus أو المعين نلاحظ في 4 quadrilaterals كل واحد عبارة عن diagonals two diagonals لكن كل دياغونال مختلف عن الآخر تمام؟ لدي two diagonals لكل شكل من الأشكال لكن كل شكل منهم مختلف عن الآخر شكرا لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله